بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها من أعجبي السور القرآنية في تيسير حتى الأمر الميسور لهذه الدرجة حتى الأمر الميسر تيسره أكثر حتى الأمر السهل جدا تجعله أسهل أما الأمور الصعبة العويصة لا إنما تجعلها هينة بسيطة وهذا بلسان النبي صلى الله عليه وآله وليس بإنسان بعلى لسان إنسان عادي النبي يقول ذلك صلى الله عليه وآله هذه السورة إذا تقرأها أنت الله يعطيك من حوائجك حتى ترضى فما عليك إلا المثابرة بعد كل صلاة فريضة اقرأها على الأقل أربعة عشر مرة بعد كل صلاة فريضة وانظر العجب العجاب في قضاء حوائجك قال النبي صلى الله عليه وآله من قرأ سورة الليل أعطاه الله حتى يرضى أعطاك الله حتى ترضى يعني أمنياتك كم؟ عشر عشرين ثلاثين الله يزيدها إلى خمسين ومئة تريد هذه الحاجة يعطيك إياها مع هدايا يعطيك حتى أنت ترضى وتقول بحمد الله عز وجل قضية حاجتي من دون أي منغصه من دون أي تقدير من دون أي تنغيص كاملة هنيئة إلى غير ذلك وعافاه من العسر لن ترى العسر بعد ذلك في حياتك أبدا ويسر له اليسر حتى هذا الأمر البسيط الله يسره لك تكون حياتك سهلة كل مطلب تذهب إليه تجده أمامك بلا عسر اليسر يكون رفيقك دائما أينما ذهبت وحللت النبي صلى الله عليه وآله يقول بعد ذلك من قرأ سورة الليل قبل أن ينام خمس عشرة مرة قبل أن تنام تقرأها خمس عشر مرة لم ير في منامه إلا ما يحب من الخير اليوم أنا أحب أن أرى عسى ولعل يرزقني الله برؤية صاحب الزمان يرزقني ببشارة حول قضية معينة إن ونية وأقرأها خمس عشر مرة ولن تر إلا ما تحب من الخير ولا يرى في منامه سوءا هذه القاعدة التي قالها النبي بعد ومن صلى بها في الصلاة أو في العشاء الآخرة كأنما صلى بربع القرآن وقبل الصلاته عندما تقبل صلاتك عن طريق قراءتها في صلاة الفريضة يقرأها في صلاة الفريضة فالله سبحانه وتعالى ماذا يقضي لك صلاتك بأحسن صورة يتمها بأحسن صورة ويجعلها مقبولة فثأبر على صورة الليل رجاء واطلب البشارات في عالم الرؤية وسوف ترى ما تحب وتقضي لك كل حاجة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام